أين هي الحقيقة؟ هل هي كامنة في الصراع الذي يدور بين المؤمنين والملحدين أم هي كائنة في الصراع بين أنصار العلم والعقل وأنصار الدين هذه الأسئلة يجب أن نطرحها بشكل واضح وجلي ولكي نفهم ما هي الحقيقة وهل هي محصورة في هاتين المسألتين فقط أما أن هناك أمور أخرى أكثر أهمية يجري التغطية عليها بسبب هذا الصراع بين أنصار الفرق المتصارعة حول هذه المفاهيم التي شغلت بال الإنسان العربي والمسلم تحديدا منذ الفي عام تقريبا أهلا بكم أصدقائي وحلقة جديدة من أوهام الدين معكم منصور الناصر السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته في هذه الخلقة سأحاول أن أثير قضايا على عدة محاور منها المحور الأول هو محور الإيمان والإلحاد أو المؤمنين والملحدين والمحور الثاني هو محور الفرد والجماعة المحور الثالث هو الألاقة بين العلم والدين والمحور الرابع هو معركة العقل والخرافة فكونوا معي فيما يتعلق بموضوع المؤمنين والملحدين أقول أن مشاكلنا وحاجاتنا ما زالت بعيدة عن حضيرة هذين الكتلتين هاتين كتلتين المتصالعتين فعدما نتأمل لما يقوله المؤمن وما يقوله المنحد وطبعا من يدور على أطرافهما محاولا عدم التعبير عن نفسه بطريقة مباشرة هؤلاء جميعا كل ما لديهم هو مجرد أفكار صنعتها أوهام وكلمات أما المسألة الأساسية التي لا تشغل بالأغلبية من المتصدرين للمشهد هذه ليست محط اهتمامهم يبقى الإنسان والعالم وحياة الإنسان هي في آخر اهتماماتهم وهذا واضح جدا من خلال تردي الحالة العامة لشعوبنا ليس الآن إنما منذ زمن بعيد الإنسان هو آخر ما يهتم به هؤلاء وعليه أقول إننا جميعا في غناء عن جميع هذه الممحكات والخلافات التافهة ولتدور حول قضايا لا تمس حياة الناس مباشرة إنما تمسهم من خلال سيطرة هؤلاء على قنوات النفوذ والثروة والاختصال بشكل عام ويتحكم المصائر الناس فهذا هو الذي يؤثر على الناس بالنتيجة وطبعا بشكل لا يصب في صالحهم وعليه أقول إن من يعترض على حمقى مثل هؤلاء بصراحة حمقى أو نصابون هؤلاء ناس ما زالوا يحاربون في قضايا تتعلق بالسماء وباسمها وبأسلحتها أيضا هؤلاء لا نحتاجهم ما الذي يفيدنا الآن خطيب جمعة مثلا ما الذي يقدم لك هذا سؤال يجب أن نطرحه ما الذي يقدمه لك بالصراحة لا يقدم لك شيئا إن بالعكس هو يأخذ منك أشياء هؤلاء وضيفتهم أنه يسلبون منك أشياء كثيرة يسلبون منها طبعا عقلك في المحصل النهاية يسلب عقلك ويضع عقله الذي الهدف من عنده هو السيطر عليك وتحكم بك وبأمرك وأيضا منعك من أن تنتبه إلى القضايا الأساسية التي يجب أن تحتفي وتهتم بها وهي حياتك وجسدك وروحك وروحك الأرضية وليست روحة سماوية المزعومة هذا النفس الذات التي يجب أن تصنعها بذاتك وليس بذات مستعارة أو وهمية يدعي الجميع وجودها يعني تسمين يسمونها الذات إلهية ذات إيمانية ذات روحانية ذات غيبية أي تسمين كانت هذه الذات ليست هي الذات الحقيقية التي أنت عليها فأمامك خيار وحيد وأوحد وليس هناك خيار آخر سواء تهتم وتصنع ذاتك بذاتك وبمساعدة الذوات الآخرين الذين يفتحون لك الأبواب في هذا المجال وسأتطرق لهذا الموضوع عندما أشير إلى موضوع العلاقة بين الفرد وجمع أما أن ننشغل الموضوع الرئيسي أما أن ننشغل بالصراع بين المؤمنين وملحدين أو غير مؤمنين أو مؤمنين ومؤمنين طبعاً والصراع الأكبر بين مؤمنين ومؤمنين هي هذه الكارة العظمى هؤلاء جميع أن يحاولون أن يجرون الجميع إلى من يخرجونهم من هذا الأرض التي ولدوا ونشعوا فيها وأكلوا من أثمارها وعاشوا على هوائها ومائها فبالتالي أنت تطلع من هذا الجو الذي لا يمكن أن يعيش أي إنسان خارجه هذا تطلع ويخليه يعيش في أفق السماء وتجبر على أن يؤمن بكلمات لا علاقة لها بالعرض لها علاقة بالمفاهيم بالتصورات بالتهويمات بالمخيلة بالأحلام لا علاقة وليس لها علاقة بما تحتاجه فعلاً ويجب أن يحظى باهتمامك هنا يبرز الخطر الكبير للصراع بين المؤمن والملحد أو عالم الإيمان وعالم الإلحاد أنه الصراع لا يدور في أفق الإنسان إنما يدور في أفق آخر متخيل له علاقة بالتاريخ القديم تاريخ الإنسان تاريخ تشكيل الجماعات والتحكم بها والتحكم بأمورها هذه هي القضية باختصار أما أن ننشغل بالصراع بين المؤمن وملحد فهذا الصراع لا نهى قتلنا فيه ولا جمل كما تقول العرب وهذه كلام دقيق جداً أنا حدثني عن الآلهة عن الأنبياء عن محمد عن عيسى عن موسى ما شأنه وهؤلاء كانت مشاكلهم مختلفة أنا لا أحترامنا للجميع لكن هذا الموضوع الآن مو قضية احترام قضية جدوى هل هناك جدوى بأن أؤمن بشخص اسمه محمد مثلاً على أينه رأسي ونبيه مرسل من السماء أنا لا أحتاج السماء نفسه وليس أحتاج النبي الذي أرسلته لي السماء هذه الصراحة ماذا تسميها؟ يعني أنا أقول لك هذا ما تفيدني يعني أنا على أينه رأسي وممكن أن أكون مؤمن بالسماء وبأنبياءها وبكل ما فيها لكن هذا الأمر لا يعنيني في حياتي لا أسمح له أن يدخل في حياتي ويسيطر عليها ولا أسمح أيضاً لمن يعترض على هذه السماء أن يسيطر عليها باسم اعتراضه على السماء يعني هذه المسألة لا تتعلق فقط بالمؤمنين أو المتدينين أيضاً بغير المتديني أو الذين يقفون على الضد من هذا الدين ويعتبرون أن الأديان لا تسمسألة يعني مزيفة وكاذبة ويعني مشغولين بدحض كل الأدلة التي يقدمها رجال الدين أنا لا شأن لي بدحض أو تصديق أدي الحالتين سواء المسألة بالنسبة لي هذا الموضوع بأكملة يجب أن يخرج عن أفق حياتنا اليومية نحن بحاجة لأن نعيش معاً على أساس المكان الذي نجد فيه وليس على أساس المكان الذي سنذهب إليه أي في السماء بعد آلاف أو ملايين السنين أو في يوم القيامة أو يوم الحشر أي يعني وقتها مما كانت الأسماء أنا لا تهمني الذي يهمني أنني أن نريد أن أعيش مع الآخرين في هذا المكان في هذا الزمان بالطريقة الأفضل والأسلم أما أن تحدثني عن كيف سيعيش في الآخرة هذا أمر لا شأن لنا به دعني أعيش على هذا الأرض وسأترك لك ما تشاء في السماء وأذهب إليها أنشئت أو أعتنقها لكن لا تجعلها حاكمة علي وعلى أمري وعلى أمر الناس أجمعين الخطر أين يكمل الخطر في هذه المسألة؟ إنما يأتي أقول لك أنه يبدو أن السماء هي مجرد أداة يعني هنا توضح المسألة بحقيقتها أنه الله يصبح أداة للسيطرة على الناس هذه هي المشكلة الخطيرة ليس حاجة يؤمن بها الناس لا على العكس تماما هذا الكلام مزيف وغير حقيقي الله هو أداة وأداة تستعملها أي حاكمة وهي بالفعل هكذا عندما يدعي ويقول لك أنت يجب أن تؤمن أنا لا بأس أؤمن لكن لماذا يصبح الإيمان بالشيء هو أداة للقضاء عليها أو للتحكم بيه التحكم بيه سواء يعني لا بأس هذه الأداة تتحكم بيه التي تسمى الله مثلا يعني طبعا هي تسمي الله هذه الأداة كل واحد أدى تصور خاص بيه لكن بالنتيجة هناك فئة مجموعة من رجال الدين متحالفين مع رجال السلطة هؤلاء متحالفين يقولون هذه الأداة التي تسمى الله هذه يجب أن تنصع لها رغما عن أنفك هذا هنا تتوقف الخضية يظهر تظهر الحقيقة الجلية بأن الله هو أداة ليستعملها للسيطرة علينا فمهما كان احترامي لهذه المسألة أو عدم احترامي هذا موضوع مختلف يصبح عند ذلك لأنه يصبح القضية ليست الله وليست الأنبياء وليس أي شيء ليصبح القضية أنه هو استلاف هذه الذات التي أنطوي عليها أنا كذلك موجودة في هذا العالم وعلي أن أعيش بالطريقة حتى لا إراديا أنا يجب أن أعيش بالطريقة المناسبة الجسدي يطالبني بأكل بغذاء بحياة جلسية صحية يطالبني بأن أرعى نفسي وأرعى المكان الذي أعيش فيه فهؤلاء لا يطمحون لهذا هم يطمحون أن يأخذون هذا الشخص الذي هو أنا عليه ويحولوني بالطريقة التي يشاءونها وبحجة أنهم على صلة بقوة ألوية هذه الصلة هي التي تسمع لهم وتشرع لهم كل ما يفعلونه بحقي وبحق آلاف وملايين الناس هذه أنا أعتبرها كارثة عظمى يجب أن ينتبه إليها الناس ويجب أن يرفعوا هذه الغشاوة التي وضعها هؤلاء بينهم وبين الحقيقة الحقيقة أنت على الأرض تريد أن تعيش بطريقة سليمة كما نجحت شعوب كثيرة في العالم منذ قرنين ثلاثة قرون خاصة في العالم الغربي والعالم بيأكمل الآن خاصة في دول شرق آسيا هؤلاء جميعا وحتى في كل دول عالم عدل مناطق العربية المسلمة ما زالت هذه الطبقة مهيمة على الناس ووضع مصر على عدم رفع هذا السور بيننا وبين العالم بيننا وبين ليس العالم الآخر الغربي أو الشرقي أو الياباني أو الصيني أو أي انتماءات أخرى فئوية أو إثنية أو أرقية أو دينية هؤلاء وضعوا هذا السور بيننا وبين الأرض أيضا بيننا وبين الهواء بيننا وبين الحاجاتنا الأساسية اللي هي الأكل والشرب والممارسة الحياة الجنسية والصحية وبشكل عام والفكرية والمعرفية نمارسها بطريقة حرة لا هو يجي يفرض عليك أن تأكل بطريقة معينة وتشرب بطريقة معينة وهناك أنواع مشروبات منوعة عليك وأنواع مأكلات منوعة عليك وهو يقرر لك ماذا تأكل وماذا تشرب وهو يقرر لك ماذا تفكر وكيف تفكر وبأي منطقة لا يجوز لك التفكير يعني هذه بالضبط هي حضيرة حضيرة للأغنام هذا الأغنام يجب أن تتربى تأكل بطريقة معينة وتشرب بطريقة معينة وترتاد أماكن بطريقة معينة فبالتالي أنت لم تعد ذاتا إنما أصبحت شخصا يعني من الرعاية أو من الرعاية الذي واجب الوحيد هو الطاعة وهذا هو الهيكل الذي يسيطر على كل شيء في واقعنا ليس الآن تقريبا الآن يعني آلاف السنين يعني ليست حتى قبل الإسلام قبل المسيحية هي الصيغة العامة لهذه المنطقة هي هذا أن هناك سلطان عام هذا السلطان كان يأخذ المسلة مسلة القواني كما فعل حمورابي والفراعنة من إله يسمى راء يسمى مردوك يسمى آشور بعد ذلك تحول هذا الإله وأصبح إله غير مرئي يرسل أنبياء وهذا الأنبياء ليسوا ساسة ولا حكام إنما هم أنبياء أعلى من هذه المرتبة وهؤلاء على الجميع أن يتبعون هؤلاء الأنبياء ووصاياهم وتحت اسم وجود إله أعلى غير مرئي وغير محسوس ولا أحد يعرف ما هو هذا الإله وما هي ذات هذه الإله نعرف صفاته يقول لك هاي الصفاته 1-2-3-40 لكن ما هو لا تعرف نحن نعبد شيئا لا نعرف ما هو بصراحة حتى علم الكلام الإسلامي ما تعرف ويحدثك فقط عن الصفات ما كهو شيء عن عقيدة الإلهية ما تعرف هذا الإله الذي تعبده ما هو لهذا هو يتقلب ويتكون داخل أذهان الناس ويتحول بالطريقة التي يشاؤها رجال الحكم والسلطة أختم هذا الكلام بالقول أنه أتساءل ما هو خطر التدين علينا بهذا المعنى وضمن هذه الرؤية هذا الخطر يتحول إلى أنه يعلمنا الثبات عندما كما قلت أنه يفرض علينا ماذا نأكل وماذا نشرب وما مع من ننتقي ومع من حتى مع من الذي ننظر إليه ومن الذي نفكر معه ومن الذي ندخل في حواره ومن الذي نصافحه ومن الذي نهنئه ومن الذي لا نهنئه ومن الذي حتى كيف نمشط شعرنا ربما كيف نضع الكحل على المرأة كيف نضع الكحل في عينها وهل هذا يجوز أو لا يجوز هذا الخطر يؤدي إلى أننا تحويل لنا إلى كائنات ثابتة وواجبها الوحيد الطاعة وأن تسير على منهج وصراط يسمى هذا الصراط مجرد أنت حرف عنه أنت ستسقط في الهاوية والحقيقة هي هاوية الهاوية فعلا راح تسقط بالهاوية لكن الهاوية التي صنعها لك صنعتها لك طبقة الحاكمة سواء على مستوى الدين والسياسة هالطبقة هي التي تصنع لك الهاوية وبالحقيقة هي هاوية واقعية لأنه مجرد أن تخرج عن طوحهم ستلاقي الأمرين في أفضل الأحوال أو يعني في أفضل الأحوال سيتم طردك من الحضيرة وتركك يعني أن يتعشى بك من يتعشى ويأخذ حالك ومالك من يأخذ يعني إذا كنت محظول ولم تتحدث بصراحة بشكل عام تمنع تحرم من الوظائف تحرم من الألاقات مع الآخرين الكل يتجنبك بالضبط شخص داخل حضيرة يتمرت والكل يتحاشى لكي لا يلاقي الأمرين هذا الأمر أنه يعلمنا بالنتيجة أنه نثبت أو نحاول أن نرضي الطبقة الحاكمة أي نرضي الله الحكم ما هو والله أدي أكثر من حلقة عن أن الله هو الحكومة هو السلطة يعني حتى عندنا طاعة الله ورسوله يعني طاعة الله ورسوله يعني هي طاعة الدول بالمعنى القديم والله هو ليس شيء موجود لأنه غير موجود الموجود دائما هناك سلطة وحكم وهذا الحكم هو الذي نسميه الله أو نسميه الدولة الحديثة أي شيء مهم الذي ما يحكو الشريعة التي أو القيم منظومة القيم التي نؤمن بها نسميها الله نسميها الدولة نسميها دستور نسميها منظومة قوائل منظومة أخلاقية هذه كلها هي التسميات هذا النموذج الذي الدكتاتوري الاستبداد الفاشي القديم كان ضروري يعني هذا ليس نقدر له إنما هو هاي مواصفات ها كذا وكان ضروري يعني كان إلي حاجة ولا لما نجح واستمر يعني حتى الناس العاديين قبلوا بهذا المنظوء إلا ذاك الزمان ولأسباب كثيرة مو معرض الحديث علينا الآن بالنتيجة النهائية النتيجة النهائية هذا علمنا التبات وعلى رأينا وعلى قولنا والذي هو ليس رأينا نحن ندافع عن آراء ليست لنا ندافع عن آراء وأحكام وأفكار الآخرين ونقاتل من أجلها ونقتل من أجلها ونخسر حياتنا ومستقبلنا بسببها بل ونتربارع بأموالنا من أجل أشياء ليست لسنا نحن مصدرها فبالتالي إحنا نتعلم كيف نحارب العقل نحارب الفكر نحارب التغير نحارب التطور نحارب التقدم نحارب أي شيء أي علامة على أي تغيير يعني نحن كائنات تولد ليس لكي تغير من واقحها إنما يجب أن تستجيب لواقحها بل أن تتراجع عن هذا الواقع قدر الإمكان فقط لكي تنضبط أو تنضي على المصطرة التي ولدنا عليها ويج اللي ولدنا ويوجدنا هذه المساطر مساطر الأخلاقية مساطر عملية مساطر في الأكل في الشرب دائما لدينا مساطر هناك مسطرة يجب أن تتزم بها وإلا هي الهاوية هذا دمر كل شيء يعني أصبح من المشروع إلغاء كل شيء باسم المقدس ويعني حتى سمعوا البصر كما قلت لا تسمع لا تسمع موسيقى مثلا وهكذا فبالتالي هذا ألغى الإنسان نفسه فعندما نأتي نتأمل عبر التاريخ أين الإنسان لن تجد إنسان ما هي آثار هذا الإنسان عندي حلقة حول الموضوع بها تفاصيل فهذا الإنسان لن تجده روح على أي مكان ديار العرف والمسلمين ابحث عن أي أثر بارز لهذا الإنسان ما رح تجد ما رح تجد آثار للإنسان وحتى الأشياء الموجودة هي كلها مستوردة من الغرب وكل شيء حتى هذا الضوء الآن الذي أنا تحتويه مصدر غربي فنحن نعيش في جو ليس لنا وكل شيء مفروض علينا سواء من أفقنا الشرقي أو طبق الحاكمة الشرقية أو من الأفق الغربي فنحن كلنا مجرد وناس يعيشون في حضيرة وهذه الحضيرة تتوفر تتوفر بها خدمات محددة ومحسوبة بدقة من قبل الجميع طبعا من قبل الجهات المهيمنة الحاكمة الدينية السياسية التي هي من لحمنا ودمنا كما يقال وأيضا الجهات التي تتحكم بهؤلاء من القوى الغربية التي ترعى التخلف طبعا لأنها لأنه يصب في صالحها فبالتالي نذهب إلى أي مكان لن تجد أي شيء يعبر عن وجود هذا الإنسان لن تجد لدينا فكر إنساني على مستوى يذكر بين الآخرين لن تجد لدينا فن راقي على مستوى يذكر أو يعني يشار له على الأقل بين العالم وبين معظم الإبداعات الإنسانية لن تجد لدينا جاء أجهزة تكنولوجية لم نصنع يوم موبايل ليست الفكرة تصنع الموبايل لا تجد لدينا الأسس المعرفية والدهنية والثقافية والحضارية التي تسبح لنا بذلك بل لا نريد ذلك وهذه الكارثة العظمى فبالتالي لن تجد إنسان هذه الأشياء ما لا تجد هذا يعني غياب الإنسان ووجود السلطة حسن بالقسمة سنتحدث عن التنائية الأخرى والآن مع التنائية الأخرى وهي معركة العلم والدين نحن نتحدث عن معركة الإيمان والإحاد وقلنا بأن هذا الصراع لا شأن الناس به هناك فئات محدودة تسيطر على هذا الموضوع ومشغولة بهذا القضية أما الناس فهم سكان الحضيرة أقصد هؤلاء الحضيرة التي قررها قرر أمرها الطبقات الحاكمة والتي هي الطبقات مؤمنة وتدعي الإيمان أو تعتبر الإيمان هو القياس أو المسألة التي يجب أن يؤمن بها جميع رغم أنفهم هذا المعركة تتأخذ أشكال عدة هي معركة بين العلم والدين أو العقل والدين ما هي النتيجة النتيجة أنه هناك من يناصر العلم الآن في مجتمعاتنا وليس منذ زمن بعيد لكن المعركة الآن هي الأكبر بين من يناصر العلم ومنهجية الألمية في التفكير والعمل والرؤية والنظر ومن يمارس النظر وفق للمنهج الديني والذي يعتمد على نصوص لغوية يدعى يقولون بأنها هبطت من السماء أو أرسلت من السماء علينا نحن على هذه الكرة الأرضية التي لا كما أثبت العلم لا لا هي مجرد ضرة ترمو في الكون فهذه يعني أتت رسالة من السماء النصوص هذه النصوص يجب أن نسير عليها تماما عندما نريد مثلا أن نأكل في رمضان مثلا في شهر من الشهور هذا لا يجوز لماذا؟ لأن هذا النص المقدس قال أنه لا يجوز وحتى الرسول الذي أرسله حسب النص الديني هذا الرسول يقول مثلا لا يجوز أن تفعل كذا أنت لا تفعل وينتهي الموضوع وشيء من هذا القبيل هذه المنهجية تم اشتقاق من تأسيس من خلالها أصول فقه عقيدة يعني منظومة متشعبة من المؤسسات التي بنيت كلها على أساس الشعاع المعرفي الذي يصدر عن النصوص المقدسة وما سميت أيضا وضمنها النصوص الإلهية والنصوص النبوية وبعد ذلك أيضا الصحابة والتابعين هذه المنظومة يجب نحن جميعا أن ندور حولها هنا الإشكالية هذه المنظومة أصبحت منظومة ثابتة لا تقبل النقاش هناك بعض يطلع يناقش لكن يجري قمعه وكسحه من الساحة ما علينا أن نتبع هذه المنظومة وهي منظومة لغوية بالمناسبة وقائمة على الرموز فبالتالي نحن أتباع الرموز هي رموز صوتية رموز جذورها صوتية فنحن نتبع هذا الصوت الصوت الذي ينطلق من هذه الرموز من يفسر هذه الرموز هو من يفكها هذا شأن ليس شأن الناس إنما شأن فئات محددة واجبها أن تفك رموز هذا النصو وهناك صراعات وهذا أدى نشوف صراعات بين الجميع وكل يدعي وصلا بليلة وهذا الوصل كل واحد أنتج لمذهب وفلسفة خاصة به فلسفة دينية لا توجد فلسفة دينية فلسفة بالمعنى الفلسفي لكن وجد له تأويل دينيا وقال أن الرسول كان يقصد كذا وليس كذا مثلا تلقى آية ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة مثلا فهذا واحد يقول لا هو يقصد لا يعني يخترع لمذهب مجرد يعني يقول وأنتم سكارة لكن ما فهمت الفكرة الشنية أنه لا أقربوا في حالات معينة أو مثلا لا أكره في الدين قد تبين رجل من غير يقول لك لا هو المقصود لا أكره في الدين أي دين كان نحن نقدر نغير ديننا وهذا الدين مسامح هذا اخترع لمذهب جديد مجرد أن يغير شيء بسيط رأسا طلع عندك مذهب جديد وها نحن بدلا من أن نتوحد أصبحنا فرقا متصارعة الدين بأكمله أو هاي فكرة الأساسية التي من خلالها الإنسان يعني المجموعة البشرية قبل ألف و ألفين عام قالوا أنه هناك النص هذا النص مقدس نتبعه لكن المشكلة الأكبر الآن هذا لماذا نتبعه حتى نتوحد ونصبح جماعة متوحدة ومتكاتفة فيما بينها بدلا من الفرقة بالحقيقة أحنا تمسكنا بمرموزات بنص لغوي يعني ما اختارينا فالشيء ممكن أن لا يقبل الجدل نحن اختارينا يعني أسوأ أنواع الأدوات التي التي تتحمل الجدل والخلافات وهذا ما جنيناه لأننا اختارينا الطريقة الأسوأ في اختراع الثابت يعني العالم الغريب الآن اتبع المنهج العلمي منهج العلمي هذا كان منهج علمي لا يقبل الغرض وهذا المنهج يخضع للتجريب ويتضح ما هو مفيد وغير مفيد ويتتضح وهناك منظومة من تحدد ما هو صحيح وخطأ أو مفيد على الأقل ومنهج هذا أثبت نجاح فأثبت نجاح يعني ليس إنه منهج مطلق ولا مثالي بالعكس بأخطاء كثيرة لكن هاي الأخطاء أكو آلية لمعالجتها لكن عندما تأتي نص اللغة وماذا تفهم لهو حتى منطق المنطق بمليون مشكلة أيضا فكتب تجعل لغة حولها إلى حولها إلى مقدس ويجب أن الكل يطوف حول هذا النص المقدس وكل واحد يطوف بطريقته وتشعبنا إلى آلاف الفرق والبذاهب وكل واحد يغرد بطريقته هذا كارثة وهذه الكارثة فعلا هي منتشرة في كل تفاصيل حياته لأن هذا النص موجود أي موضوع أي قضية زواج طلاق عمل تبادل مصالح إصدار قرارات يعني نظام توريط نظام مليون قضية كل شيء داخل فيه كل تفاصيل حيات التعامل مع الآخر كل شيء الرفض الآخر التقبل الآخر هذا من هذب فلاني لا يجوز التعاون معه ذلك هذا يجوز قتله هذا لا يجوز هذا يجوز تعز وهكذا كل شيء بكل تفاصيل حياتنا داخل هذا المنهج الذي ندعي أنه ثابت لكنه لا يوجد أي شخص يقول أنه ثابت وإنما هناك سقف اسم النص لكن ما هو هذا السقف أين حدوده أين المناطق التي مناطق الصح والخطأ فيه هناك وجهات نظر عديدة هو الكل يدعي بأن هذا النص ثابت يعني قناعة الناس كذب على بعض هذا النص ثابت لكن ليس ثابت حتى لو كان نص إلهي بالعكس النص الإلهي غير ثابت وإذا كان نص إلهي حقيقي فليش يصير ثابت لأن العالم متغير فبالتالي يجب أن يكون هذا من فلسفة يجب أن يكون إلهه نفسه متغير لأنه هو الذي قرر التغير فكيف يرسل شيئا ثابتا يناقض به قانون التغير الذي يشمل كل شيء حتى أشخاص نحن الآن نتغير كل لحظة وكل ثانية ونقول شيئا مختلف فبالتالي الإله لماذا يريد مننا أن نتبع شيئا ثابتا خاصا به بالعكس هذا منطق جدلي ممكن لكن هذا خارج موضوعنا حاليا وعليه أعود إلى جوهر موضوع ومعركة العلم والدين ماذا يقول الدين يقول الدين بأن الحقائق كلها والمعارف كلها صادرة عن هذا النص المقدس العلم يأتي ويقول لا إحنا علينا نتبع المنهج العلمي وعلينا أن الدين يتعارض لا يجوز أن اتباع المنهج الديني بأي حال محوال أو بدليل أنا قدمت انتقادات كثيرة لهذا الموضوع لكن أين الحقيقة الحقيقة أنه الطرفين أحدهما ينبذ الآخر ويرفض الآخر والدين دائما يعتبر أنه العلم ومطية ممكن يستعمالها حال حال أي شيء البشر هو نفسه مطية بالنسبة للمنطق يعني وفقا للمنظور الديني الإنسان هو مطية خادم وعبد فبالتالي هو مطية فهذا العلم أيضا حال حال الأشياء الأخرى أو التوجهات الأخرى السلطة أيضا هي مطية مجرد لإخضاء العبيد فالعبيد ما لا يعني هل العبيد أنه لهم حق التفكير وحق ممارس التفكير بطريقة علمية لا لا يجوز العلم بالنسبة للدين هو علم لدني العلم الإلهي العلم بالنص وليس العلم بالأرض ما ذا يعني الأرض هي دار فناء وحقيقة في دار المعاد يعني فبالتالي العلم لا شيء سيء لكن أين هي القضية القضية الرئيسية عندما نجي نتمعن بها نلاحظ بأن هناك فئة من رجال الدين أو من أنصار الدين هم الذين يستيسيدون السحة وأيضا هناك من فئة من الناس المعنيين بالعلم هم الذين يعلوا صوتهم وهؤلاء نسبة بسيطة يعني ليست النسبة الكبيرة المهمين على الناس أنه هؤلاء موجود لكن الناس أغلب الناس المتدينين موجود عايش حياته ويمارس طقوس الدينية لوحده وهاي بالمناسبة نسبة أغلبية الناس هكذا أما عندما نصور الأمور بأن هناك الصراع نهائي وحاسم بين الطرفين هذا شيء مبالغ به ولا صح ترى الحقيقة يجب أن نعطي الهمية لرأي الأغلبية الأغلبية تقول أن العلم له أعتباره ولو قيمته والدين له قيمته وأعتباره الأغلبية تقول هذا الشيء فبالتالي نوجه أنظارنا لهذه الأغلبية وعدم جعل يعني كل عشرة بالمئة من المتدينين هم لديهم هذا التطرف الديني مثلا مثل أسماء كثيرة من القنايبي وغيرها يعني في عصرنا الحالي والقرضاوي وهؤلاء والدوائش والشيعة والخمينيين والحسن النصراليين وطالبان هؤلاء وسيد قطب وهذا بعصرنا الحالي والأخوان هؤلاء متؤوس سلفية هؤلاء كلهم فئة المتطرفة لكن هؤلاء ليسوا كل المتدينين هؤلاء نسبة لا تتجاوز خمسة عشر بالمئة أيضا هناك من جهة من الملحدين حتى على مستوى العالم هؤلاء يناصرون الألم ويعتبرون الدين شيء سيء لكن هؤلاء أيضا أن الألم لا يقدم جميع الجوبة الألم يقدم كل شيء هناك قضايا كثيرة جدا طاقة الألم وأيضا هناك أشياء كثيرة جدا خارج طاقة الدين بالتالي تصوير الأمور بأن هناك الصراع بين الدين والألم وبين بشكل مطلق هذا شيء مبالغ به ولا حقيقة ولا ليس هو الحقيقة الموجودة على الأرض والآن سننطلق بالمحور الثالث وهو محور الفر والجماعة وهذا المحور هو أصلا ينطلق من المحور الأول الذي فصلت فيه بين المؤمنين والملحجين وبالأصحية بين المؤمنين والكفرة لأنه الطرفان الكافر أيضا مؤمن لكنه مؤمن ما بدين آخر مختلف والملحج مفهوم نوعا ما هو ليس نوع حديث يقصد بأنه من هو خارج أفق الدين ولكن بالحقيقة أغلب هؤلاء هما ما زالوا داخل أفق الدين ولديهم مؤتقدات خاصة بهم أي عقيدة هي بالنتيجة هي مذهب ديني التوجه وديني النزعة فبالتالي عندما نأتي نراقب العلاقة بين الفر الجماعة نجد بأنه عبر التاريخ كانت هذه القضية الأولوية دائما للجماعة وهذا منطوق صحيح لأنه لا يمكن أن يوجد الفرد بدون وجود الجماعة فهذه العملية الجدلية بين الطرفين هي أو بين المكونين الذين لا وجود لأحدهما بدون وجود الآخر هذا كان الأولوية دائما توجه نحو الجماعة لأن خسارة الأفراد والضغط عليهم وحتى تعديفهم وحتى استغلالهم كله يصبح في صالح الجماعة الجماعة غالبا دائما الفرد المهيمن هو يفض شروط على الآخرين هذه مسألة معروفة فكان هذا من هنا ظهرت الحاجة إلى وجود أفراد فرد مسيطر أو طبقة مسيطرة داخل الجماعة وطبقات متهدة وتابعة فهذه الطبقات يطلع دائما ينشأ بعد ذلك صراع بين الجميع في من يحوز مرتبة العليا يصبح المسألة مسألة خلافية صراعية وهذا هو اللي أنتجنا الأديان سبب بأنه كل هذه المشاكل لأن الفكرة كان من يصل إلى يمتلك الأهلية للقيادة الآخرين ويدعي بأنه هو الذي يمتلك الحق في أن يفرض شروط على الجميع بغض النظر عن أراء الآخرين هذه المسألة كانت جدلية يعني معقدة هي هذه الجدلية لدراما البشرية فأنه مضطر أن تعيش ضمن الجماعة وحتى ما تعيش داخل الجماعة مضطر إلى الخبوع والإذعان وعندما تدعن أيضا تريد أن تمارس صلوتك على الآخرين هذا الصراع هو شكل هذه العقدة بيأكملها أنتجت ماذا أنتج هذا بالنهاية أنتجت الأديان الأديان هي عبارة عن الشكل العام أو الإطار أو الفضاء العام الذي فضاء القيم والأعراف والتصورات أو فضاء النظام المعرفي الذي المنهج المعرفي الذي يفكر ضمنه الأفراد القطيع البشري بالتالي هذا القطيع دائما لديه أن أناس نافرين أو متمردين وهذا مسألة طبيعية بسبب الطبيعة نفسها الطبيعة تفرض على كل شيء أن يتغير وأن لا يتكرر فبالتالي هذا القطيع هناك عامل فساد داخله عامل تدمير ذاتي موجود داخله وهو دائما ينتج أفراد مختلفين إلى درجة ما عن الأفراد السابقين عليه هذا قانون تطور وحتى قانون الأنثروبي لا وجود لشيء ثابت لا حتى الأفراد القطيع لا يوجد فرد يشبه الفرد الثاني مئة بالمئة وهذه مستحيلة بسبب قانون أو بسبب عملية التكاثر نفسها وهذه مسألة بايولوجية في أربها المتخصصين فبالتالي هناك عامل تهديم ذاتي هذا العامل الجماعة ترفض هذا عامل مخرب وفتنة وكل من يخرج عن القطيع نحاول أن نحافظ على القطيع بشكل الموجود العام وكل شيء نافر أو شاد نعتبره هذا كافر أو خارج عن القطيع أو صعلوك بالتسمية الجاهلية قبل الإسلام هذا يفرد أفراد البعير الأجربي فهذا الشخص يؤثر على وهذا فعلا كلام صحيح لكن نريد أن نسيطر نريد أن نتوحد ونشكل كتلة متعاصة متعاونة لكي نواجه متعيرات الطبيعة والظروف الصعبة عادت غالبا هي دائما الظروف الصعبة فهي فكرة وجود الجماعة بالأصل هي فكرة توحد وتعاون ونوع من الإيثار كل إنسان يضحب شيء من إرادته من حاجاته وفي سبيل الجماعة هذا معه عبر آلاف السنين تم نجح الإنسان في البقاء وتكاثر إلى حد بعيد رغم الأهوال التي مرت بها هذه الجماعات لكنها نجحت في النهاية في أن تتسيد كل شيء موجود على الكرة الأرضية بينما هناك آلاف بالملايين الأنواع من المخلوقات أو الكائنات فشلت في البقاء وما زالت هناك بعضها تعاني بعضها يعني مهددة بالانقراض عداء البشر الآن البشر الآن بدأ يتطور على المستوى ليس البايولوجيا على المستوى الثقافي وضمنها كان المستوى الثقافي الديني قبل أربعة آلاف خمسة آلاف عام بدأت ظهرت المؤسسات الدينية المتماسكة هذه من أيام بابل وسومر وظهر المعبد ظهرت المدينة بدأت المؤسسات تتحكم بأمور الناس والناس بدأوا يشعرون بضرورة الخضوع للسلطة مركزية هذه السلطة مركزية كانت بحاجة إلى منظومة عراف وتقاليد وهذه المنظومة تشكلت شيئا ما شيئا وأصبحت مؤسسات دينية هي التي تصدر أو تشع القيم أو تقولب أو تعيد تشكيل الجماعة وفقا لمنظومة قيم تحددها مسبقا وهي التي لها حق الوحيد بتغيير هذه المنظومة أي هو نوع من أعادة إنتاج الجماعة وفقا لمتغيرات وفقا لإرادة الطبق المهيم التي تسمى أولياء القوم أو أولياء الأمور أو ولي الأمر تسميات إسلامية تسميات موجودة الرائعي الأبرشية في التسميات الكنسية وهكذا في كل الشعوب الأمم تجد لديها تسمية للطبقة الحاكمة هذا ماذا أفرز لنا هذه المنظومة ماذا أفرزت لنا أفرزت لنا مسألة مهمة جدا تغيب عن كثيرين وهي أن هذه كل هذه المنظومات هي مجرد أدوات ليس حاجات أساسية هناك فرق بين الأدات والحاجة هذا الله أو الدين بأكمل مع أي مؤسسة الدينية هي عبارة عن أدات أدات ماذا ليس لنشر الإيمان بالحقيقة الإيمان هو أيضا نفس أدات يعني الإيمان من معنى الصادر عن المؤسسات الدينية وليس الإيمان بمعنى المفهومي إنما المفهومي العام خارج الأفق الأديان لكن عندما تجعل المنظومة الدينية الإسلامية تجد الإيمان الذي يجب أن يتوافق مع العمل وعند حلقة عن الإيمان وخرافة الإيمان في الإسلام وخدعة الإيمان نسيت الحلقة باللبد نشرها قبل خمسة أشهر تقريبا ساعة كاملة عن هذا موضوع تفصيلي ماذا قال الأشعري ماذا قال المذهب الإسلامي وكيف تقولبت وتحركت في هذا المجال فهذا المنظومة هي التي تسيطر على كل شيء بالتالي أصبح الإيمان هو أداة الدين أداة الله نفسه هو أداة يتحكم بها الرجال الدين وهؤلاء أيضا مؤمنون بهذا الإله لأنه هو هو اختراع اختراع هو يعني هو عايش بسبب باسم هذه الأداة فهو مؤمن بهذه الأداة وفي الوقت النفس يفرض إيمان الآخرين بها فبالتالي هو لا يشعر بأنها أداة إنما يعني تصير جزء من عنده يعني مثل النجار فهو الأداة التي يعمل بها فبعد ذلك تصبح جزء من عنده ولا يشعر بأنها أداة لكنها في الحقيقة مجرد أداة يصبح حتى النص اللغوي أو النص المقدس بعدما يتحدث معايا رجل الدين أو رجل قانون حتى دائما يرجع للأداة يقول لك شوف هذا النص يقول كذا وهذا العدوى انتشرت عند الناس عندما يتحدث معاك شخص ويجاد لك ويدخل في حوار معاك يقول لك من غير الطبقة الحاكمة أو الطبقة الرسمية الدينية يستشد بالنصوص أي ماذا يستشد بالأداة يستعمل كأدوات للتفكير فعندما يستشد بها يعتبر أن هذه الأداة طبيعية يعني ليست موضع نقاش فهذه وهذا من مواصفات الأداة الأساسية أنه عندما تستعملها لا تشعر بأنك تستخدمها بالضبط كالعقل نفسه العقل عندما يتحدث خائب المسألة منطقية فعندما يتحدث لك ويبي يثبت لك بالبراهين القاطعة أن هذا هو صحيح لكنه لا ينتبه إلى الأداة التي تستعملها وهي العقل نفسه الذي يستخدم أنا أشك بالأداة التي تستعملها فهذا سبب الإشكالات الكبيرة للإنسان 99 يعني واحد بالألف فقط الذي ينتبه على الفرق بين الأداة التي تستعملها بالتفكير والاستنباط الحكام والاستدلال المنطقي والعقلي هذا كل أنت يغيب عن الأغلبية وهذا صعب الإدراك بسهولة عند الأغلبية لأنه الأداة متوحدة معها نمط التفكير متوحد معها تماما صعب يطلع من عندها والآن هنا تتضح القضية بالألاقة الفرد بالجماعة أو الأفراد بالقطيع نفسه أو الكنيس أو الجماعة بالمفهوم الإسلامي أو الأمة والأفراد هذه الأمة أفراد هذه الأمة يطلعون هم مجرد أدوات لهذه الأمة أو لهذا الجماعة المؤمنين فجماعة المصلين أو المؤمنين أو المسلمين فهؤلاء الجماعة المسلمين هي كتلة متوحدة وهذا اللي يجعل الإنسان عندما يذهبون للجامعة وتشوف المئات يصطفون في مكان واحد يشعرون بالفخر وليش يشعر يشعر بأنه منتمي إلى الجماعة وقدما يذهب إلى يمارس طقوس مثلا في الحاج وغيرها والزيارات الدينية يشعر بتضخم الذات لأنه ينسى ذاته ويموع أو يذوب في الحشد وهذا يولد سعادة بداخله ويجعل يشعر بالأمان هذا الأمان هو يتحول إلى إيمان لاحظوا حتى لغويا المسألة لها علاقة فعندما أنت تنخرط مع جماعة تشعر بالفخر وتشعر بالرهبة أنا أدخل إلى هذا الكعب مثلا أشعر بالرهبة هو بالحقي يشعر بالانتماء يشعر بتضخم الذات أو متضخم أو التضخم مسألة داخلية لكن تضخم الذات الجمعية ممكن نقول أو ذوبان الذات في التيار العام من المؤمنين وهذا عندما تذوب مع التيار العام تشعر بأنك جماعة ولا تشعر بأنك فات وهنا يصبح من الممكن جدا حتى أن تضحي بنفسك لماذا لأنك جزء من الجماعة عندما تضحي بنفسك من أجل قتال أو جهاد أو أي تسبق كانت لا تشعر بأنك خسرت ذاتك بالعكس أنت تشعر بأن الجماعة انتصرت هنا العملية نفسية خطيرة يعني لكل حدود فاصلة بسيطة عندما أنا أتأمل كذلك سوق للسيارة وعملية تحارية من دول الدواعش للأغبياء يسوق ويروح للمكان هو فرحان لماذا؟ لأنه تم تذويب بالكامل السلخ ذاته وما عندما ذهب لا يشعر بأنه هو ذات نسى جسده ونسى روحه وقال لك ما باللحظة ورح أنت يكش فبس هو داخل هذا الصورة الجماعة هي الصورة الحية في داخله والحدود الفاصلة بينه وبين ذاته والجماعة هي التي تنمح بالضبط مثل كريات الدم البيض تنتحر داخل الجسم وكثير من الخلايا تفعل هذا الشيء الخلايا الجسم نفس الإنسان هو ماذا عبارة عن قطيع من الخلايا تعمل معا الإنسان المفرد هو قطيع من الخلايا تعمل معا من أجل هذا الإنسان الذي يتحدث معكم الآن هناك مليارات الخلايا التي ضحت من أجل إيجاد هذا هذا حشد الخلايا الذي يتحدث معكم الآن أنا مجموعة قطيع من الخلايا تحالف فيما بينهم وأنتجني وأنتج كل إنسان وكل كائن حي فهذا القطيع هو الذي نجح في التواجد والاستمرار فبالتالي هذا الذوبان بين الفرد الجماعة هو أبرز شيء لهو الكائنات الحية جميعا فبالتالي من المنطقة أن يخرج من هذه الكائنات شيء اسمه الدين أو العقيدة أو الدولة أو النظام أو الحكوم أو السلطة سلطات العامة أو المؤسسات فهي المؤسسات يشير من منظومات قطيعية فبالتالي إحنا عندما ننظر بها طريقة تتضح كثير من التداخلات ونبدأ نفك خيوط الغزل التي طالما اشتبكت مع بعضها أخيرا أختم أقول بل هناك كما أقول تفسير الفرق بين الحاجة وبين الأداة المشكلة هو يأتوني بعد ذلك حتى لأنه احنا توحدة الأداة مع مع الغاية الغاية اللي هي السلطة فهو يدعي بأنها حاجة أساسية يعني تحول الأداة إلى حاجة أساسية ويقول لك لا الله هو حاجة الدين حاجة لا يمكن الدين لابد من وجود دين في كل مجتمع وهذه اسطورة طبعا موجودة عدد جميع ويؤمن بها الجميع بالحقيقة ليست هذا ليس بالضرورة الدين هو حاجة أساسية ممكن أن يكون الدولة هي حاجة أساسية ليش ليش الدين فقط الدين نموذج حاجة قديمة لكنها ليست حاجة هي أداة أيضا الدولة أيضا أداة فهي لا توجد حاجة الحاجة الأساسية هي التوحد معا هذه الحاجة أي شيء آخر ممكن الحاجة الأساسية هي أن نعيش معا لأننا كائنات لا تستطيع العيش بمفردها منذ لحظة الولادة الأولى فمجرد تخرج من رحم الأم أنت تدخل في رحم الجماعة لا مفر من هذه الحقيقة ورحم الجماعة يوفر لك مشيمة المشيمة البديلة عن مشيمة الأم التي كانت تتكفل بالغذاء فقط الآن المشيمة المجتمعية التي تتكفل بحمايتك وتتكفل بتغذيتك على أعراف وقيم ونظام الرموز والعلاقات الذي تتشكل منه هذه الجماعة فعليه أنت مجبر علىها القضية وين الرئيسية التي ستصبح هنا المشكلة وين المشكلة هذه الأدات التي هي الجماعة تتحول إلى تدعي بأنها حاجة أساسية وهنا المشكلة الخطيرة الحاجة عندما تكون موجودة فعلا موجودة يعني رغما جميع الحاجة مثلا حاجتي إلى الأكل وشروع لكن أنا ما عندي حاجة للاجتماع مع الآخرين في هذا العمر مثلا أنا ما ممكن يعيش الوحدي في المشكلة لكن لو كانت حاجة لو كانت يعني حاجة أساسية يعني كان يعيش براحتي وانتهى الموضوع وحتى إذا كانت حاجة فعلا فما يحتاج تسوي لها مؤسسات يعني إذا كانت دين حاجة مثلا والدولة حاجة فأنت ليش سوي لها مؤسسات هي الحاجة تتوفر نفسها بنفسها يعني أنا محتاج طعام أطلع أدور مو هيكل أو لا محتاج مثلا مكان أنا بات يتتوفر الحاجة لكن لماذا تصبح هناك مؤسسات لأن لأن هناك لأن لا نبحث عن الحاجات عبر هذه المؤسسات إنما نبحث عن الأدوات التي نسيطر فيها على بعضنا البعض و ندير عملية منظومة العلاقات التي تدور بيننا وبعد ذلك منظومة القيم المقبول وغير المقبول الصحيح وغير الصحيح أو الخاطئ والصواب وهكذا فهي المنظومة نديرها عبر هذه الطريقة هنا السؤال الذي أختم بيك لماذا هذا الفرق بين الدين والحاجة السبب بسيط وهو أننا ندعي وجود الدين لأنه حاجة وهو بحقيقة أدات والله وكل ما في الدين هو بأكمل من بداية إلى ناة هو أدوات ليس أدوات تؤدي وظائف ليس شيئا آخر هناك يطلعون متصوفين يقولون أن لا الله والحب الإله هي هاي هاي أشياء لها علاقة مع علم النفس وليس لها علاقة مع علم النفس لأنه ضغط على فرد الضغط يحاول أن يهرب يأتقد بأنه مسألة فردية بالنسبة له لكن هي ليست هكذا المهم في هذا الفرق لماذا نقترع هذا الفرق بين أدات والحاجة لماذا لأننا نريد أن نشكل جماعة لا تقوم على أفراد إنما نشكل أفراد يقومون على جماعة هذا الفرق فرق الهائل بين الجميع إننا الفرد مرفوض إلا بوصفه نتاج الجماعة هذا الجماعة الفرد هو وجه الأساسي عندما يقولك هذا مسلم ماذا يعني أو هذا مسيحي أو هذا هندوس ماذا يعني يعني هذا هو وجه الجماعة فبالتالي هو لا يقول لك اسمه لا يقول لك أنا مسلم أنا مسيحي أنا صابري أنا مسيحي مثلا بروتستانتي وهكذا فهو لا يعرض ذاته عليك لا يعرض نفسك فرد أمامك وهو صحيح إلا أني عندي رأيي خاص وهذا كلام هذا على جن لكن هو يقدم لك صفة الأساسية كمسلم وحتى ذا ادعى بأنه لا يقدم نفسك كمسلم ويقول أنا مسلم انتمائي ولكن أنا عندي رأيي خاص لكن مع هذا وضمن المنظومة والفضاء الديني الذي خرج عنه هو مجبور يعني ممكن حتى ذا ادعى شيء آخر لكن هو يقدم لك نفسك كمسلم هنا من لحظة الأولى تقول هذا الشخص يعني يعبر عن الجماعة ولا يستطيع التعبير عن ذاته فعدما أكتق رمقالات وناس تدافع عن الدين فبالتالي أعرف أن هذا الشخص لا يعبر عن ذاته إنما يعبر عن الجماعة لأن الواجهة الأساسية أمام الآخرين هي كونه مسلم أي أنه جزء من قطيق وهذا مو إساءة حقيقة هو يفتخر بها نفس اللي يتحدث أنا سميها قطع بشري وهذا المسألة مو عيب يعني هو الديني يسمي الناس رعاية ويقولهم هاي حضيرة الدين يعني حضيرة أستبل يعني فهذا أسماء دينية وليست ابتكاري وليست فيها أساءة إذا كانت أساءة فهيجب أن تنتقدوا الدين طبعا هاي مسألة لا أحد يفعلها أنما هو يشطر عليه لماذا؟ لأنه أنا يعتبر خارج الجماعة وخارج الحضيرة وبالتالي من السهل مهاجمتي يعني لا خسائر في هاي المسألة بالعكس رعي يحصد الثناء والمكافعة ربما فهذا الحال يخلي أمثالي سهلين الاصطياد بسهولة تهاجمة لأنه ما تخسر شيء بالعكس تربح وتربح انتمائك القطيع تقولها هذا ضد الله والرسول هذا ضد المسيح هذا ضد الدولة هذا خائن هي نفس الخائن هو الكافر أو الملحد أو أي شيء من هذا فبالتالي هي هاي المنظومة أن نحن نشكل جماعة فيها أفراد وليس أفراد يشكلون جماعة وهذا هي المنظومة لليل حد الآن لا نستطيع استيعابة الذي قامت عليه المؤسسات العالم المتحضر مستقبل البشرية بأكمل كما أوضحت من خلال يعني هاي القرون الثلاثة الأخيرة الأربعة بعد ظهور الحداثة الغربية اتضح بأنه المجتمعات تقوم على الأفراد وليس الأفراد يقومون على جماعات هذا الفرق الهائل بين الاثنين ومن خلاله أصبح بالإمكان وجود شيء اسمه ديمقراطية هنا المسألة الأساسية بالإمكان أن نتحدث الآن عن فضاء علماني يعني معنى مو معنى العلمانية الدقيقة معنى أنه خروج من منظومة القطيع اللي هي الدين كلمة الدين هي القطيع نفسه يعني تعريف للدين هو القطيع مباشرة بدون أي الدين هو القطيع والله هو راء القطيع أو فضاء القطيع أو مرموز رمز القطيع أو علم القطيع فالدين هو القطيع فهذا انتهت يعني أو الجماعة الجماعة فالآن الأفراد هم الذين شكلون الجماعة وليس الجماعة تشكل الأفراد أي أن الجماعة لا تؤيد إنتاج أفرادهم لكي تشكل الجماعة الآن الأفراد هم الذين يعيدون تشكيل الجماعة التي هم عليها وهذا سيكون محور حلقة قادمة شكرا جزيلا واسف على الطالب ومع السلامة